هل تعانون من التهاب اللوزتين طيلة السنة؟ فبعض الأشخاص بعد العلاج لمدة شهر أو شهرين نفس المشكلة سيرجع عندهم هذه المشكلة للتهاب اللوزتين بعض الأشخاص عندهم تقوب صغيرة على سطح اللوزتين وهذا الشرع عادي ولكن تسبق عندنا ذيك البكتيريا اللي تتراكم داخل التقوب وتسبقها وهذه البكتيريا هي اللي ستعود ترجع لنا التهاب اللوزتين وأيضا تكونوا واحد الحصوات فصوات اللوزتين اللي ستقدر تدير واحدة رائحة خيبة في الفم ديانا يوم غدا نعطيكم الحل الحل سهل وبسيط جدا فقط لا تنسونا من لايك فضلا وليس أمرا بكتصمر القناة طريقة سهلة جدا نأخذ ملعقة صغيرة من الملح نضعها في نصف لتر من الماء وتنحطها فوق النار يعني مدة دقيقتين يعني من نشوفوا المبدأ تغلي تنحسبوا من دقيقة إلى دقيقتين من بعد تنخليوا هذا الماء حتى تبرد وتنخزنه في واحد القنينة معقمة ونقية تنحطه في الثلاجة في الصباح تناخد قليل يعني نصف كأس من هذا الماء تناخد منه نصف كأس تنضفيه فوق البوطة وتنضيره في كأس وتنعصر عليه نصف ليمونة كان بعض الدول اللي يقولون له الحامط مثلا في المغرب نحن نقوله الحامط بعض الدول يقولون له القارس وبعض الدول هو معروف بالليمون تنعصر عليه نصف ليمونة الأشخاص اللي عندهم تقرحات كتيرة في اللوزتين تنطيفوا القليل من القهوة بالنسبة للناس اللي سولون عن القهوة القهوة اللي تنطيبوا في الدار ماشي القهوة سريعة الدوابان القهوة اللي تنطيبوا في الدار تنزيدوا القليل مع الحامط وهذا كل ما اللي كنا عقمنا من قبل تنخلطوهم وسنقوموا بعملية الغرغراب هو رام النهار الأول ستلاحظوا النتائج لا يبقى لكم المشكلة للوزتين ولكن سنستمروا بهالطريقة هذه مدة 15 اليوم متتالية النهار الأول سنستعملوا بهالطريقة هذه مرات في النهار مرات في الصباح ومرات في الليل من بعد يومين سنستعملوا بهالطريقة هذه مدة 15 اليوم فقط تنكتفوا بالماء والحامط أو الليمون فقط لا نستعملوا القهوة فقط اليوم اللي لا تنستعملوا القهوة ومن بعد ما سنستعمل القهوة نهائيا فقط تنكتفوا بالليمون وبالماء مرة وحدة في النهار مدة 15 اليوم حتى 20 يوم لكي تتأكدوا بأن مبقشتنا هذه البكتيريا اللي عارقين في الحلاق تنتمينا بشيكون نعجبكم الفيديو ديال اليوم ونكون نفيدكم أكثر بارطة عجب الناس اللي تعانيوا من هذه المشكلة وما تبخلوش اليابة بالتعاليق ديالكم ونطلق على فيديو جديد مع السلامة